الاربيون يعيشون هاجسا اسمه القصير انسحب هلعا في قلوبهم بعد الامان الذي بسطه الجيش العربي السوري فتداعوا لسلسلة من الاجتماعات الامنية والسياسية للوقوف على اثار الكارثة التي حلت بمرتزقتهم ليس اخرها كشفوا موقع حريات ديلي نيوز الاخباري التركي عن زيارة سرية لرئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الموساد تامر باردو الى تركيا بحث خلالها مع وكيل المخابرات التركية هاكان فيدان قضايا متعلقة بسوريا وايران حلت لعنة القصير على صناع السياسة الاقليمية والدولية نال المدينة الوادعة من الشهرة في الايام القليلة الماضية ما جعلها مفصلا تاريخيا وحدثا يؤرخ به تدعى الخائبون الى اجتماع على ما نقلت مصادر امنية فرنسية ذكرت ان اجتماعا امنيا عقد في الرياض ضم رؤساء مخابرات السعودية وقطر وتركيا على خلفية احتواء تداعيات الهزيمة في القصير تمخذ الاجتماع عن قرارات ضخ المزيد من السلاح والمرتزقة الى الداخل السوري واستهداف قيادات داخل دمشق وصولا الى افشال المؤتمر الدولي في جنيف في حال لم يتم التأكد من ان الاجتماع سيكون مدخلا لاسقاط الدولة السورية على ما ذكرت صحيفة المنار المقدسية ما قيل همسا في الاجتماع تولى وزير الخارجية الفرنسية فابيوس تلاوته علنا في حديث لشبكة التلفزيون الفرنسية الثانية تباك الرجل على الانهيار الدراماتيكي لقطعان الوهابية في القصير رعاع سماهم ابتثالا بالمقاومة فحقت عليه لعنة سلفه دوما فابيوس رفع الصوت كي لا يسيطر الجيش العربي السوري على كامل حلب وريفها لعله اعتقد انها تقع في ضواحي باريس العاصمة التي زارها الوجهان الاكثر قبحا للامن والسياسة في مملكة القهر الوهابية سعود وبندر ليرسما مع المضيف الفرنسي فابيوس ملامح الخطة التي يعتقد هؤلاء انها ستصل بالعصابات المسلحة الى جنيف وبجعبتها ما تبتز به الدولة السورية وحتى يكتمل المشهد العام للتآمر فقد ذكرت مصادر امنية ان اجتماعا عقد في عمان شارك فيه مسؤولون امنيون اردنيون وخبراء عسكريون امريكيون بمشاركة وفد من حكومة الاحتلال الاسرائيلي للبحث في النتائج التي توصل اليها الخبراء الامريكيون بعد دراستهم واقع المنطقة الحدودية الاردنية السورية وسيتضمن التقرير الذي سيرفع الى البيت الابيض توصية باقامة معسكرات شمال مدينة اربت عرضت قطر تمويلها بغية تدريب الارهابيين على التعامل مع مواقع سورية تولى الخبراء الامريكيون والاسرائيليون عملية التحري عنها يعيش الغرب والارهابيون في سوريا حالة من التكاذب المتبادل كل يعد الاخر بما لا يستطيع تحقيقه وغاية ما يفعلونه بقاء الوعود معلقة حتى يهبهم الزمن ربما فرجا ما فرج لا يبدو ان الجيش العربي السوري بوارد منحهم اياه نبدأ واخبار